واضح. ننتخلو لساحبنا سيامير بن قاسم اللي هو عندو ديستانس اطول شوية من 16 كيلومتر اللي هي 100 كيلومتر في في الجريد في الابتداء من من السيت متاع سيامير ديجيت والف. اكزاكتمو اكزاكتمو. لك السباق مش يجرى معتها مرة اولى في تونس. السباق يمتد على مسافة 100 كيلومتر. المشاركين متاعو لازم هم يكملوه في ظرف عشرين ساعة. معندي ستلاثة الاف المشارك. عندك ستتين. عندي ستين. انا في الستين عنا اثناش جنسية مختلفة اللي هي حاجة هيلة. وانا الحق مع انت فرحنين ياسر. ما نحبش نقول تجربة مع انت بالسباق هذية لخطر اول مرة يتنظم في تونس. رغم انه فما برشة بلدين عندهم وسيد معتها حكيه على كورس دو فيغساي ومعتها السباقات اخرين في الدنيا. فحاجة هيلة انه تونس نكون نجمو ننظم والسباق بالسنف هذية الاول مرة وان شاء الله ما تكونش اول مرة ان شاء الله كل عام نعملو نفس الناس. ان شاء الله ما تكونش اخر مرة. سؤال يتبادل ذهن اخويا امير. كيف اجتك الفكرة باش تنظم كورس باري معنا مئة كيلومتر. والله انا عدي مشني بروفزيوني الخاتم مش خدمتي معتها اني نجري اما نحب الجاري ونحب الجاري الالتخاء معتها الديستانس اللي هي اكثر والماراتون اللي هي 42.2 كيلومتر. سبقلك انك جريت اكثر. جريت في ماراثون الرمال في المغرب العام اللي فات اللي كنت فيها التونسي الوحيد. واللي حجم عانت غشتني شوية لخاطر ما نراش عليش احنا كتونسة بعد يسر على بلدان اخرين كما المغرب كما مصر. اللي هي جارتنا معناها. اللي جارتنا المغرب عندهم ستة سباقات من صنف الالتخاءات ريل مصر عندها ثلاثة الأردن عندهم زوز عمان عندهم واحد تونس من نجمش يكون عنا سفر بكفاءتنا بجمال بلادنا فهذه حاجة كانت مهمة يسر عندي. وتو الحمد لله ربي معنا عملنا الغسيباق وان شاء الله الجمعة الجاية يحصل. دونك نتمنى لكم ونتمنى للستين مشارك جارية طيبة مجاركة طيبة ان شاء الله اللي يكمل برافو علي وليم يكمل زادة ان شاء الله معنا يكون في ظروف صحية طيبة. مارسي سي امير بن جاسم اللي جيت معنا دونك السؤال هو امير بن جاسم عمان